السلام عليكم الابنات انتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو مرحبا بكم عندي في القناة وانتمنى لأول مرة تشوف القناة ديالي ما تنساش تابوني معايا فلاشين بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله بنسبة لفيديو ديال اليوم فانا حبيت ان نشارك معكم واحد طلبية اللي كانت هي عبارة عن قاتو على الشكل سبايدر مان بوحد طريقة اللي سهلة وممكن اي مبتدئات قدر تصاوبو يكفي انه يكون عندك القوام وباش تصاوبه وتقدري تصاوبه وبمكونات اللي هي بسيطة ما غنحتاجوش فيه نهائيا بزاف ديال القوام المهم غدي ندوزو ده باش نشوفو المكونات اللي غدي نحتاجوها ف هاد القاتو هادا او هاد لا تغط هادي بنسبة المكونات اللي غدي نحتاج اول حاجة غدي نحتاج لا جنواز غنحتاج هنا ثلاثة ديال الجنواز هاد الجنواز اللي خدمتها فهي ديال الاربعات البيضات انا كنسبقلي وشاركتها معاكم غدي نخلي لكم الرابط ديالها التحت في صندوق الوصف حتاجت هنا ايه ثلاثة ديال الجنوازات وغنحتاج ايضا نصف لتر ديال الكريمة السائلة بنسبة الكريمة ما ممكن تستعملوا اي نوع انا استعملت هنا بغافو ما ممكن تستعملوا اي نوع عندكم سواء بغافو او لا هولالا او لا ماجيك وغد احتاج ايضا تستيرو فانا كنستعمل فيه كس ديال السكر وجوج كيسن ديال الماء وهنا نكتو بنس كافي وضعت فيه واحد معلقة كبيرة ديالنس كافي وغنحتاج ايضا ملوين ازرق وناباج وايضا غدي نحتاج النكهة ديال القهوة حت انا هنا استعملت السيرو فيه القهوة غدي نحتاج ايضا لاغوم ديال القهوة غدي نحتاج هنا تقريب من واحد رسم علقة دياللاغوم او لا نصف ملعقة صغيرة غنوضع الكريمة في واحد الايناء بالنسبة لهذه الايناء فانا سبق لي وكنت دايرته في تلاجة او لا في المجمد واحد عشر ديال الدقائق والكريمة السائلة حتى هي كانت عندي بارده جبتها من تلاجة هادي واحد المسألة اللي مهمة وضرورية باش تنجح لكم الكريمة وتطلع لكم بسرعة ضروري مخصكم تكونوا دايرينها في تلاجة على الاقل واحد عشر دقائق او لا نس ساعة ويلا ما كاش عندكم الوقت فممكن توضعوها في المجمد واحد خمسة دقائق قبل ما تستعملوها مهم غنبدا نطلع هاد الكريمة ديالي اللي ضفت لها النكهة ديال القهوة حتيت حتيت ضعف الحجم ديالها وتولي على شكل بحلا نقولو على شكل تلج المهم كان ضربوها مزيان مزيان هنالي الاشارة انا استعملت هنالي في هاد القاتو غير الكريمة بوحدتها يعني غيرها كريم فخش كين بعد التورتات او لبعد القاتو دياللاني فخصغ اللي ما كنستعملش فيهم هاد الكريمة هدي فانا كنصاوب الكريمة الراسي كنستعمل اما لكريم موكا او كريمة الزبدة او لكريم قاناج يعني كتكون واحد الكريمات اللي كتكون يعني الديدة وكتكون زوينة بزاف وفيها واحد البنة رائعة لكن هادو كيكون تمن ديالهم بوحدته اما بالنسبة الهادي اللي كنخدمها هكدا بلاك خيم فخش ووحد يعني المكونات اللي هي سهلة فكيكون تمن ديالها رخيص بالنسبة الهادي فكان الميزان انا كنخدم بالميزان كان الميزان ديالها هنا تقريبا ما كيتعداش 3 كيلو وخدمتها بمية وخمسين درهم لهاد الاتاخت كاملة بمية هنا من بعد ما طلعت الكريمة ديالي كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الشكل هادا باش غان منطي هاد الاتاخت ديالي او لهاد القاتو هادا كناخد هكدا غير واحد الصينية وكنقلبها على الوجه ديالها وكنوضع فوقها الجينواز بالنسبة للجينواز الطبقة الاولى فانا كنوضع الوجه اللي كيكون هادا اللي كيكون حرش هو اللي كنوضعه لتحت وهذا اللي كيكون رطب كنوضعه لفوق باش ما يلسقلياش في ديك الصينية اللي كانوا منطي فوقها غير الطبقة الاولى اما الطبقة الاخرين فضروري ما كنقلبوهم باش يتشرب الناس سيرو مزيان هنا كن بدان تسقي فالجينواز ديالي بدك سيرو كن شربها مزيان باش تجي الجينواز رطبه وكاد جي فتية لانا مازال غدخل هاد الاطاقة هدي المجمد واي طارتة كندخلها المجمد فضروري ما كنسقيوها مزيان باش اول حاجة تجي اه اه ارطبه وفتية وثاني حاجة باش تسهل علينا تقطع هنا كنوضع الكريمة كنوضع واحد الكمية ديال الكريمة وكن بدها كنمشيها فوق الوجه ديال الجينواز كندير واحد طبقة لا بأسة بها ديال الكريمة ما تكونش كبيرة بزف وما تكونش يعني قليلة بزف لان هاد الكريمة دي كتكون غاي كريم فريش ما كتكونش عندها واحد البنة نحاولو ما نكتروش منها مهم غادي نحاول انا ننسوي الوجه ديالها كيف ما كتشوفو معايا بهاد الشكل هادا بالنسبة لي انا هنا كنستعمل هاد سباتويل هادي إلا كانت متوفرة عندكم ممكن تستعملوها لكن إلا ما كانت متوفرة عندكم تقدروا تستعملو ايضا المعلقة اللي كنستعملوها في البغير حتى هادي كتكون عملية المهم كتكون تليسي ان الوجه ديال الكريمة وصفي ماشي بالضرورة تكون هاد سباتويل هادي هي هادي كتكون احسن ولكن اللي ما عندهاش ماشي بالضرورة انها تستعملها صفي من بعد ما قد اديت الوجه ديال الجينواز مزيان بالكريمة قد نوضع الطبقة التانية ديال الجينواز كيف ما شفتوا معي انا هنا وضعت الجينواز على الوجه اللي كيكون لتحت اللي كيكون لسق مع الورق ديال المطبخ اللي طيبنا فيها الجينواز كنقلبها وكنوضعها لهاد الوجه هادا ومن بعد كنا بدا نسقيها مزيان بهذاك السيرو هاداك وكننضيف ايضا الكريمة بنسبة الكريمة غادي نوضع الكمية اللي غادي كفيني باش غا نغطي هاد الجينواز هادي وغادي ندير واحد الطبقة اللي تكون لبأسة بيها كيف ما قلت لكم نمشي هاد الكريمة هادي كيف ما شفتوا معي فوق الجينواز بهذا الشكل هادا حتى نقدها مزيان مع الجينواز وكنن نسويها مزيان بهذا السباتيوال هادي كيف ما كتشوفوا معي بهذا الشكل هادا هنا كنبقى نلسيوها مزيان باش كتجينا هادك الطبقة مقدة ومليه كنوضعو فوق هالجينواز ما كتجيناش واحد جيها طلعة واحد جيها بطأ اولا كتجي واحد جيها غليضة واحد جيها رقيقة ضروري ما كان قدوا هاك تشغلنا باش كتجي الخدمة نقية ومتولة هنا للإشارة كيف ما اسبق ليا وذكرت معاكم التامان هنا را شفتوا معي المكونات كلها رخيصة غير واحد الحاجة اللي كتكون غالية في هاد القطو هادا هي الصورة بالنسبة للصورة هي اللي كتقم شوية غالية لانا كنشري انا الصورة اللي كتكون غدائية كتكون قابلة للأكل هي اللي كتطح عليها شوية غالية اما بالنسبة المقادير فكتكون رخيصة إلا كانت هاد القطو هادا ما فيهش الصورة فكنخدمو على يعني كنخدمو على الاكثر كنخدمو 100 درهم ما كنفوتش فيه 100 درهم بعض المرات كنخدمو حتى ب90 درهم 80 درهم من غير الصورة هي اللي كتكون غالية كتقم عليها ب40 درهم صاف هنا من بعد ما كملت الكريمة وضعت ايضا الطبقة التالية ديال لاجينواز وسقيتها ايضا مزيان بالسيرو بالنسبة للسيرو فكيف ما قلت لكم انا نكته بلنس كافي لكن هادا يبقى الضوء ديالي انا و الضوء ديال الاخت اللي طلبت مني هاد القطو هادا انتو ما تقدرو تديرو غير الفاني إلا ما كنتوش كتبغيو انوك هاد ديالنس كافي تقدرو تديرو غير الفاني هنا غادي نوضع ايضا الكريمة لكن بالنسبة لها الطبقة هادا فغادي نحاول انني ندير واحد طبقة اللي تكون رقيقة بزاف غادي ندير واحد شوية ديال الكريمة وغادي نبقى نليسي هكدا فوق الوجه ديال الجنواز هنا هاد الكريمة قدرتها غير باش نغطي لها جنواز ماشي باش تكون عندي طبقة ديال الجنواز لان ما زال غادي نصورة الفوق فما غاديش نحتاج ان تكون عندي طبقة يعني غليضة ديال جنواز غادي نحتاج غير واحد طبقة باش نغطي الوجه ديال الجنواز فكيف ما كتشوفوا معايا فانا كان قد هكدا معا الجنب وبنسبة للجنب ماشي بالضرورة انكم تقدهم لان ما زال غايتقطعو من بعد باش ما يبقاش هكدا الشكل ديال القاتو ديالنا يعني ما كيكونش زوين هكدا ضروري ما غا نقطعو الجنبات ديال هاد القاتو هادا ديالنا غاين من بعد ما كان ليسي مزيان الوجه ديال هاد القاتو هادا او هاد الجنواز هادا غادي نحتفض بها في المجمد ليلة كاملة ضروري ما نحتفضوا بها ليلة كاملة حتى تجمد تماما ومن بعد غا نتلقى معاكم باش نكملوا الفينيسيون ديال لاتاقة ديالنا صفي هنا من بعد ما دزت ليلة كاملة على لاتاقة ديالي وهي في المجمد حتى تجمدت مزيان هنا عندي هاد الصورة هادا هادا تكون فيها هاكا سبايدرمان او بالنسبة لها الصورة هادا فاكن فيما سبق لي وقيت لكم فيارة خاصة للاكل هنا عندي شوية ديال الكريمة اضفت لها الملوين الازرق اللي كانت تبقات لي الكريمة من هاديك الكريمة اللي خدمت بها اا في الحشو وضفت لها الملوين الازرق وخلطت مزيان وعطتني هاد اللون هادا غادي نحتاج واحد السكين اللي كيكون هاكا مسنن وغا نحتاج واحد القرعاء او لواحد الكاس اللي كيكون طويل وغادي نكون هنا وضعت فيه المال اللي كيكون سخون بزاف يعني حتى كيوصل لدرجة الغلايان باش من اللي نوضع فيه السكين وكانجي نقطع كي يعطني تقطيعها مقادة ومتاوية ما كتكونش يعني شي طالع وشي هاود لان القاتو هنا عندي رهن جمد ينفو كان وضع فيه السكين كيكون سخون سفي بحلا كنساعد باش القاتو ديالي يتقطع بكل سهولة هنا كيف ما شفتوا معايا فكل ما كان بغي نقطع كان وضع السكين كان وضعه او للموس كان وضعه في هاداك المال اللي سخون بزاف كان خليه واحد جوج او لثلاثة ديال التواني ومن بعد كان اخدوا واحد وكان مسح دك الماء ضروري ما نمسحوه باش متفزقناش لطقت ديالنا بالماء مهم غانستمر بهد شكلا دا حتى نقطعها مع الجنب كاملين وغانحتفظ ايضا بهدوك لشويت هدو يعني ما كان نضيعوهمش اما كانستعملوهم في دوك اللي قاتو اللي كتكون انباس ادو اللي كتكون في دوك التويسات صغيرين او لو كان قدموهم غير هكدا كتحليات مهمنا غان قطعها الجنب ديالها كاملين بهد شكل هدو كيف ما شفتو معايا ودبا غادين وضع الصورة بالنسبة للصورة فانا غادين قطعها على حسب على حسب العرض اللي عندي ديال ديال هاد القاتو هدو نحاول انني نقطع شوية من الجنب كيف ما شفتو معايا وكان عبروش كيوش غاد تكفيني هذيك الورقة مع لطقت ولا لا مهم هنا كيف ما كتشوفوا كيف قدمو الخروج كل ما تلقي من الجنب لتجيني مقادة مع اللاتق ديالي نيشان ماين هنا اصاف من بعدما قطعت لها مع الجنب منه ومنه غادين لصيقها مباشرة فوق هاد القاتو هدا ما غا نحتاجو حتي شي حاجة غنصيقها يا بوحدتها كتلصيقت فوق الكريمة يكفي ان تكونوا لسي تولوا وجههم مزيان بالكريمة وغان وضع هاد الصورة وغان بقى هكا كيف ما شفتوا معي بحلا كنحكها باش تلصق مزيان فوق في الوجه ديالا تاخت ديالي باش تبان يعني بحلا را مرسومة في هديك في هديك القاتو ديالي كيف ما كتشوفوا معي انا كنمسحها بالكف ديال يد ديالي باش ما يكونش عندي هكا ما تكونش عندي شي بلصة مكمشة او لا شي بلصة ما مقداش او لا كيكون كل شي مقد كنحاول انني نقدها مزيان كيف ما شفتوا معايا هنا صفرة قدتها مزيان مهم دا غادي ندوز باش غا ندهن هاد الصورة هدي بالنبج باش تعطيني واحد لمعة يعني هدي كتبقى كلمسة اختيارية ممكن تضيفوها كيف ما ممكن انكم تستغنوا عليها ماشي بالضرورة انكم تديروا النابج لكن هو كي يعطيو هذا واحد لمعة باش كتبقى هذه الصورة كيف ما اختيت لكم كتبقى بانا بحلرة مرسومة فوق فوق الانتخت مهم غا ندهن هاد الصورة هدي كاملة ولكن بلا منكتروا النابج يعني غا ندهنه ماشي ان وضعوا واحد الكمية كبيرة انا لو وضعا واحد الكمية كبيرة النابج بس يطلقنا الماء ويفزقنا هاد الصورةها دي و ويتضيع الشكل ديالها كامل لانا هاد الصورة هادي فايا ما كتبغيش لما هي ضد الماء وضد المجمد ما نوضعوهاش في المجمد لانا يقدر تفزقنا وغاد ضيع لها الشكل ديالها كامل وما غايبقاش يبان هادوك الالوان كلها غاد تخسر سوفي هنا غادي نكمل هاد النابج هاد كامل ومن بعد غادي ندوز باش غا نشكل اولا غا نزين الجناب ديال هاد القاتو هادا بنسبة للتزين فانا خديت غير واحد البلاستيك لي كيكون خاص بالمجمد يعني ماشي بالضرورة انه يكون عندكم البوش البوش ادوي ولا هادك الجايب الحالواني ممكن انكم تتعملو غير كيس ديال بلاستيكي ديال اللي كيكون خاص بالمجمد وكان وضع فيه واحد القمع اللي كيكون على هاد شكل هادا مسنن وكان بدا نزين هاد الجناب ديال لاتخت ديال كيفما كتشوفو معايا بهاد شكل هادا كان بدا هاك نطلعو نهود على هاد شكل هادا كيفما كتشوفو بنسبة لهاد اللاكخيم هادا هنا كتبقى اختياريا ممكن انكم تخليوها هاكدك تغطيو لها غير هادوك الجناب ديال الصورة اللي بقوا مع عريانين اما بالنسبة لهاد الجناب هادو تقدرو تخليوهم هاكد كفا كيفما شفتو معايا شكل شكل هاهم يعني رازوينا رح نقطعنا قاعدوا كل حواف اللي كانوا ممقدينش ومانا غادي نقد هاد الجنابات ديالها كاملين ومن بعد اه غادي نرجع معاكم اشتركوا في القناة جديات الجناب كاملين ديالها تقصب بعد ما زينتهم بهاد الكريمة ديالها كيفما كتشوفو معايا اشتركوا هادوك الحواف اللي كانوا معا الجناب اللي متغطيوش بصورة احت هواهم مغان زينهم بالكريمة بنفس الطريقة كيفما كتشوفو معايا كيف يجي شكل ديالهم هكا يعني ما كتبقاش تبنى نهائيا الجنواز او الكريمة ما كتبقى تبنى غير الصورة في الوسط سوف لك انا ادوش شكل نهائي ديال لطقت اللي خدمت معاكم على شكل سبايدر مال كيف ماشتوا معايا فهي سهلة ماهلة يعني غير اللي ما بغاتش تخدم لوليداتها واحد القطو اللي كيكون خاص بلاني فاقساغ على هاد الشكل هادا مفيش بزاف ديال فينيسيو مفيش بزاف ديال التعقيدات اللي ما كتقدرش انها تفيني البلاك خيم ممكن انها تاخد غير الصورة بحل هكا او لتطبع صورة ديال ولدها او لبنتها وتلصقها على الاتخد كتكون زوينة اللي جديالي هنا غادي يسالي المهم اي استفسار او لا اي سؤال عندكم خليوا الياف لكم وانتغ انا رهن الاشارة باش نجاوبكم الى اللقاء